اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة الدكتور اندرو موريسون وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الى المملكة المتحدة الصديقة وخلال الاجتماع اكد معالي وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية الوطيضة التي تمتد لأكثر من مائتي عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تستند على اسس من الاحترام والتقدير المتبادل والعمل المشترك والتعاون الثنائي الوثيقة معربا معالي عن اعتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة من تطور ونماء على كافة الاصعضة مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة والعالم من جانبه اشهد سعادة الدكتور اندرو موريسون بما تشهده العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تقدم وحرص دائم على التنسيق المشترك ازاء مختلف القضايا والارتقاء بمستوى التعاون في شتى المجالات بما يلبي طموحات المشتركة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار كما جرى خلال الاجتماع بحث اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل دفع الجهود الرامية لترسيخ الامن والسلم والاستقرار في المنطقة والتوصل لحلول سلمية لازماتها والتغلب على التحديات التي تواجه دولها وشعوبها وفي سياق متصل عقد الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل البحريني البريطاني المشترك برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة للجانب البحريني وسعادة الدكتور أندرو موريسون للجانب البريطاني وشهد الاجتماع مشاركة وتمثيلا واسعا من قبل عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين حيث تم خلاله استعراض مسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل توضيضها وتعزيزها والمضيبها إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات بما يخدم وصالح البلدين والشعبين الصديقين وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وسعادة الدكتور أندرو موريسون بالتوقيع على البيان المشترك للاجتماع الثاني عشر لفريق العمل البحريني البريطاني المشترك هذا الحدث اللي هو اجتماع اللجنة المشتركة يتكرر مرتين في السنة مرة هنا في لندن ومرة في البحرين وهذه من أهم اللجان المشتركة اللي عندنا مع أي دولة في العالم فيها عمل كثير وفيها إشراف على كثير من العمل الذي يحدث في البحرين وهنا لتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين مجالات اقتصادية مجالات تخدم المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلال الملك ومجالات كثيرة وأيضا التنسيق في المواقف الدولية في اجتماعاتنا اللي على هامش اللجنة سعيدين بهذا الاجتماع بنتاجها حقيقة هذه كلها خطوات تتخذ في اجتماع اللجنة لمواصلة البناء في هذه العلاقة الطيبة والمتنامية منذ 200 عام أكثر من 200 عام بين البلدين الصديقين وإحنا فخرين في هذه العلاقة وكل العمل اللي نعمله هي لبنات بناء في هذه العلاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر